السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسمع تحاركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون موكرا من القول وزرا وإن الله لغفور رحيم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعوضون لما قالوا فتحرير لما قالوا فتحرير مقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعذون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يدماسا فمن لم يستطع في طعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم الكيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نموا عن النجوى ثم يعودون لما نموا عنه لما نموا عنه ويتناجون بالإثم والعضوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يكونون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعضوان والعضوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا كيل لكم تفسحوا في المجالس في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا كيل انشزوا فانشزوا وارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوضوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غدب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفونكم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولاك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولاك في الأذلين كتب الله لا أولبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولاك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وإدخلهم الجنة وإدخلهم الجنة تجري من تهتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولاك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سورة الحشر مدنية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديالهم لأول الحشر ما ظناتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا رسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترقتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليحزي الفاسكين وما فاء الله على رسوله منهم على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا لكاب ولا لكاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فلله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي الكربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قيلا يقول دولة بين الأغنياء منكم وبا آتاكم الرسول فاخذوه وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادكين والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم من حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولاك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وليحواننا الذين سبكونا سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفا رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيعوا فيكم أحدا عبدا وإن قتلتم لننصرنهم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم وإن قتلوا لننصرنهم ولننصرهم لننصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا أنتم أشدوا رهبة في سطورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرم محصنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وكلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعكلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بدي منك إن يخاف الله رب العالمين فكان عاكبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء ظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نصوا الله فانساهم أنفسهم أولاك هم الفاسكون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاعزون لو أن نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطلبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة المؤمنة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه وعضوكم وليات تلقون إليهم بالمودد وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أؤتمنوا بالله ربكم إياكم وقدم خرجتم جهادا وفي سبيل وابتقى رضان الله فما رعوها حق ونعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سوى السبيل إن يثقفكم يكون لكم أعداء وابسطوا إليكم أيديهم وألزنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم الكيامة نفسل بينكم والله بما تعملون بصير لقد كان لكم مصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه من أبرامكم ما تعودون من دون الله كفرنا بكم وابدا بيننا وبينكم العدوات والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بإله وحده إلاك ولا إبراهيم اللي يستفررن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لتجعلنا في تتليل الذين كفروا فينا ربنا عندك أنت لجدوا لكم لقد كان لكم فيه مصوة حسنة لما كان أرجو الله واليام الأخر ومن يطولف فإن الله هو الغني والحميد أصلا الله أيها سعلا بينكم وابدا والله كذر والله وغفر رحيم لا إهناكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلكم وأتبرهم وتغسدوا إليهم إن الله يحب المغسدين إنما إنهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين وأخرجوكم من ذلكم وظهروا على إخراجكم وأتبلهم ومن يتبلف أولاكم الظالمون يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهجرة ومعكم الله عالمه في إيمانه الله عن الذهاب ومعكم لذلكم الله عن الذهاب واتنا ولو لو كانوا أصلا الله واتنا ومعكم ومعنا وإن الله ونرى اشتركوا في القناة 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 الله لا اله الا هو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة